شط اسكندرية بديعة مصايف اضيف الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق مساء الخير مساء الفول جبت حكت المصيف معاك صحيح كلها كلها احنا جاهزين اقول المصيف عند المصريين زي ما شفت الأغاني البديعة والاسكندرية الدلوعة والمصيف الحلوة من اسكندرية المطروح وبعدين عندنا بقى القسم الخاص بقى بتاع رسل بر بورسعيد جمسة وبلطين صحيح يعني عندنا بجد مصايف بحر أبيض 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 هو مجرد أصلا ما تيجي سيرت المصايف لحد بانبسط صحيح بس الصورة فيها كده أجواء صحيح طيب اللي حصل أولا انت عارف المصريين ده موم خفيف والمصيف عند المصريين فكرة عائلية جدا طلعت ازاي المصيف في مصر بدأ تاريخ طويل جدا أولا احنا في مصر في القرنة 19 مثلا كان عندنا فرنسيين عايشين في مصر عندنا انجليزي عايشين في مصر عندنا يونانين عايشين في مصر عندنا إيطاليين عايشين في مصر مش بس عايشين لا بيطلعوا صحف يعني احنا مثلا كان عندنا تسع صحف فرنسية بتطلع في مصر صحيح ده في نهاية التقرنة 19 غير الصحف الإنجليزية غير الصحف اليونانية غير الإيطالية تمام وبالتالي ده يعبر عن كم الجاليات اللي موجودة الجاليات اللي كانت موجودة الكوزموبولتون اللي موجودة ودول كانوا موجودين في اسكندرية لدرجة فكر أبوظر كاتب كبير في العشرينات كان كاتب مقال بيتكلم هل يجوز ان مصري يصيف فر مصر أصلا وعنده اسكندرية ايوه صح يعني الفكرة ان انت تطلع براها ان هو بيتكلم انه بيتكلم مع أصدقاء لي عرف ان هما بيصيفوا في اليونان قال لهم اذا كان اليونانيين بيصيفوا في مصر بس انا عايز اقول لك والله حتى اللحظة حتى اليوم مع اختلاف المصر كتير من المصريين يقول لك ايه لا يعني انا اسافر بعد الصيف لكن الصيف في مصر لانه عاداتنا وتقاليدنا انا عايز ارجع للعادات والتقاليد اذا الجاليات كانت موجودة وكانوا بيصيفوا واخدنا كتير من عاداتهم بس المصري البسيط في العيلة اللي بيعمل الجمعية عشان المصيف وده شفنا مثلا في أم العروسة وشفنا في حاجات كتير ومصيفه عبدالحليم عملوا في أبي فوق الشجرة ولما الشباب يطلعوا الأجازات المصيف حاجة عائلية جدا المصيف عندنا من العشرانات كان ليه شكل ان المصيف ثلاث شهور يعني مش مجرد اسبوع او اتنين او ثلاثة او الشكل المصرين يعرفوه دلوقتي احنا كان المصيف مجرد اللي امتحانات خلصت الناس بيطلع على الصيف لحد المدرس ما تيجي اه صح وبالتالي التسعة شهر البقائين بيحوشوا المصيف صحيح فكان طول الوقت فكرة اللي هي تحوشت المصيف دي تحوشة لثلاث شهور صح ويمكن يمكن انا حتى جايب صورة ليه شكل المصيف سنة 27 والناس بتجهز يعني نشوف حانيلا حنشوف الصورة يعني شكل المصيف سنة 27 سنة 27 والناس بتجهز الصورة هي اه والست لابس الميو والراجل وبرضو ده الميو تيشيرتات برضو ده الميو الرجالي ده الميو الرجالي وكانوا بيحضروا دي سورة من سنة 27 دي سنة 27 مجلة الفكاهة ده قولت مجلة الفكاهة وهم بيحضروا للمصيف المصري بالضبط ده ودي بردو صورة تانية الصورة دي بقى هنقف عندها شوية لانه ده هيقول لحضرتك هو بياخد ايه هو راح المصيف تقريبا ناخد البيت كله بما فيه جرامفول يعني يعني بياخد ثلاث شهور وبالتالي فمش بياخد شنطة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة هو بياخد كل بياخد البيت هو قاعد يصيف تسع شهور عشان ياخد البيت طب في نفس الوقت احنا كمان على مستوى الدولة الحكومة كمان كانت بتنتقل لسكندرية صحيح صحيح يعني فما كانش في حد كان يقول لك ايه في مثل يقول لك انت حد تخنق مع حد في اغسطس انت فاكر نفسك مين يعني انت في اغسطس وكان فكرة ان حتى اللقاءات الملكية كلها كانت بتحصل في اسكندرية في الوقت ده وبالتالي فكرة حتى بالمناسبة لما كنا الناس عايزة تسافر اوروبا بتروح تسافر عن طريق المركب من اسكندرية برضو ويمكن حتى يعني ده حتى رفاعة تغطاوي مثلا كاتف فيه مذكراته انه كان عشان يسافر برضو لازم يقعد فترة في اسكندرية في اسكندرية في اسكندرية كانت المنتقى وكانت فكرة المصيف جزء من الحياة مش مجرد رفاهية انت بتروح لان الناس احيانا بيتعام مع المصيف لأ المصيف جزء من حيات المصريين مش رفاهية في حيات المصريين طب وليل يعني المصري ده برضو غريب بيحب ينزه نفسه طول عمره يعني المصري اللي بيحب يتمشى على كورنيش بشوية ترمس هو نفس المصري اللي بيتمشى على كورنيش اسكندرية او اي كورنيش في المصيف هو المصري بيحب يعني ينزه نفسه يعني ويبقى عنده هذا الجو يعني احنا الحقيقة انا رأي ان احنا علمنا ده للعالم العربي كله احنا العالم العربي كله كان بيستف في مصر يعني فكرة المصيف في مصر دي مش فكرة بس للمصريين صحيح احنا العرب كلهم بيجوا في مصر خلي الحاجات دي تنفع في المصيف صحيح لما نروح المصيف يعني عندنا جمل كده صحيح طب نتقابل في المصيف طب تعالى نروح للمشاهير يعني المشاهير بالذات كان ليهم مش كلهم كانوا بيصيفوا في مكان واحد كل حد بيروح تبقى هو كمان تربى فين فأول صورة السيدة أمو كلسوم يعني الست دي أولا انا خليني أقولك كده ده كرسي طبعا ده راس البار طبعا وده غالبا ممكن يكون الجربي أو يبقى مثلا البحر ده هي كده على البحر على البحر هي كانت فكرة المكلسوم راس البر ده من أعظم المصيف في تاريخ المصري في أربعينات والخمسينات ليه بقى كان راس البر واخد الأجواء دي أولا راس البر لما قرد تفاصيله كان فيه حاجات جميلة جدا أولا كان ممنوع تمشي بعربية في راس البر أصلا صحيح يعني مجرد ما وصلتي انت بتركين العربية بتاعتك مهما كان اللي هو احنا بنحلم به دلوقت بالضبط يا رب نرجع لراس البر ومكلسوم بقى بحليم حافظ أيا كان الشخصية اللي جاية عبدالوهاب أيا كان الشخصية اللي جاية مهما كان حجمها مفيش عربية مفيش حاجة اسمها عربية لازم مش على رجله وبالتالي فهو معرض يقبل الناس كتير بس هو دي قواعد البلد صحيح وراس البر كمان البنى بتاعها كان حلو العيشش العيشش كانوا يسموا الأماكن البسيطة وما كانتش فيه بنى عالي كلها حاجات صغيرة بالخوص صحيح فكرة جميلة يعني فيها روح المصيف وفكرة العيشش في رأس البر دي هما لحد الوقت في رأس البر بيقول لك العيشش عيشش رغم أنها بقيت للأسمان رغم أن أنا رأيي أن العيشش دي كانت ممكن تبقى مصدر دخل قومي أصلا لأنه فكرة أنك تروح تتفرج على العيشش اللي كانت فيها مكلسوم أو العيشش اللي كان فيها عبد حليم أو بالمناسبة حتى اللي عبت الكرة المشاهير لحد السبعينات يعني كابتن محمود الخطيب كان عنده عيشش في رأس البر يعني فكرة بتاعة أنك يبقى عندك عيشش في رأس البر ده عاملة زي السحل الجديد بقى بالضبط بتعبر عن طبقة اجتماعية مش مجرد عندك عيشش في رأس البر طيب خليها ناخد صور تانية لأنه عندنا مثلا هنا الرائع سلاح جهين ودي اسكندرية وده ابنه بهاء جهين ده بهاء جهين آه صحيح هنا هما في اسكندرية ده شكل المصيف اللي في مصر محافظين عليه بقى لنا مئة سنة مئتين سنة يعني عمر طويل جدا دي الحاجة الوحيدة أنا رأي اللي صمدت صحيح يعني صمود جبار لسكندرية العادة بتاقي المصر بس خد بالك كمان يعني بص الصورة بتاعت صلاح جهين حتى الأبوة والتقس العائلي كان فيه بهجة يعني هنا كان فيه بهجة في الصورة المصيف المصرية من زمان التنوع الكبير ده والناس كانت بتروح كل التنوع ده كان سببه ايه أولا كان المصيف عيلة بتروح مش أسرة صحيح يعني يعني احنا دلوقتي الناس أحيانا بتخلط بين فكرة الأسرة والعيلة لا هو كانت بتروح العيلة بمعنى العيلة يعني الجد والخل والعم والجران كمان جران الناس صحيح في عشرين تلاتين أربعين بنقادم رايحين مصيف صحيح ويه تاخد شقة مثلا الشقة دي ممكن يكون بدون مبلغة فيه ناس نايمة في كل متر فيها أيوة ما هي فكرة اللي هو يقولك المصيف حصرته واسعة اه بالظاف ومش مهمة الناس تنام يعني مهمة هم يصيفهم صحيح طب أنا عايزة عايزة نروح للأخبار لأنه الأخبار كمان بديعة وعنوين الجرائد عن المصيف كمان كانت بديعة هنا مثلا ده خبر يعني الخبر ده فيه حاجة لطيفة جدا اه ده محافظ اسكندرية اتفضل ده محافظ اسكندرية ده حمدي عشور وكان عامل فكرة لطيفة للدعاية للسرك في اسكندرية دي حاجة حلوة السرك هيعمل ايه هيمشي ثلاثة أفيال على شط اسكندرية كل يوم علشان يسلي الناس لمدة ثلاث ساعات اه فكرة ان الفيل هيمشي في الشارع على كل ناشي اسكندرية دي دعاية جبارة دعاية للسرك وكمان بيدلعوا الناس هو دلع ما فيش كده انت هتشوف فيه المشي في الشارع الحقيقة الفكرة تقدمية جدا يعني سبقى زمانها في مسألة الدعاية بشكل جبار ده كان سنة كامل ده سنة ستة وستين ستة وستين سبعة وستين وثمان وستين كان بتحصل يعني عملها تلات سنين وربعة رغم يعني المصريين حتى في وقت الأزمات ووقت الحروب برضو يعني لم يتوقفوا عن الزهاب للمسيا في ممكن المصيف ووقتها كان هو الحاجة اللي بتريحهم نفسيا يعني بص هنا الأخبار يوميات الأخبار الصيف والمصيف والمصيف والعدوان تكلمني عن الخبر ده الخبر ده دي من الحاجات اللي كانت استوقفتني جدا فكرة المصريين بعد سبعة وستين أيوة هل يجوز إن إحنا نصيف ولا لأ ده كان سؤال للمصريين في الوقت ده هل ينفع إحنا طبعا النكسة حصلت خمسة يونيو وبالتالي حصلت في الصيف الناس كانت بيبتدي هتسافر تصيف وبقى السؤال في الشرع المصري هل يجوز نحن نصيف ولا لأ والسؤال ده اتطرح بالمناسبة دينيا واجتماعيا وكل الأشكال هم المصريين آه يحبوا يتطمنوا آه يعني لأنه نكسة في يونيا ولسه الصيف طويل كويس وهل ينفع نسافر ولا لأ ستة وسبعة ما حدش سافر خالص آه المصريين ما سافروش خالص في ستة وسبعة آه في سبعة وستين سافروا شهر تمانية شهر في سهر تمانية ابتدى فكرة المصر ابتدت تكتب مقالات على إنه لأ مصر محتاجة تصيف في السنة آه إن إحنا محتاجين نغسل اللي هو الغسيل الأحزان اللي هي الفكرة إحنا بنقولها دلوقتي بس عارف أنا عجبني عجبني الثقافة الجمعية اللي هو إحنا ما نصيفش إحنا كشعب فالشعب ما نصيفش عندنا ظروف الشعب ما يصيفش إحنا ممكن نصيف فالشعب يصيف صحيح يعني كله على قلب رجل واحد هنا برضو ده أول صيف بعد الحرب جمس ضيعت مستقبلها طيب قبل ما نقول جمس ضيعت مستقبلها تعالى نقول إنه راسة البرة كانت أفلة خلينا نقول إيه اللي كان أفل بقى نروح لجمس إحنا هنقول الأول إحنا 67 لما حصل إحنا بقى عندنا ثلاث مصيف كبار جدا أساسيين أفلوا أفلوا إسكندرية لا أولا إسماعيلية برسعيد السويس التلاتة دول ما بقاش موجودين خلاص مدن القناة صح بالإضافة الرسال البر وبالتالي فالكتلة الكبيرة من المصيف ما بقيتش موجودة صحيح فبقنا محتاجين مصيف بديلة كان إيه المصيف الجهزة 62 جمسة بتاعت تعلن عن نفسها وبتجذب الناس وتنتي نفس الروح بتاعت رسال بر وكده بالضبط وبتدوا الناس تروح بس ما كانش فيه كسافة من 67 ل73 مصر كلها راحت جمسها بقى هو ده المصيف البديل بالضبط وبدأت جمسة تعمل نفس بتاعه وفطير والعجل والأجواء بتاعت رسال بر لدرجة أنه 12 خبر ساعة 68 لأنه ما فيش داعي للناس تصيب بر مصر جمسة موجودة يعني هو ده العنوان يعني هو عدروح بر مصر جمسة في انتظارها بمناسبة أنا جاب حتى الخبر ده لأنه لا داعي للتصييف الخارج جمسة موجودة يعني فكرة أنه جمسة وصلة من العالمية يعني جمسة عالية كده طيب هنرجع تاني هستأذن ما فيش داعي جمسة مستعدة ولا داعي للتصييف الخارج والناس كان بتروح الخارج فين الناس كانت لا الناس كانت بتروح حوالي اليونان كان بيروحوا اليونان بس عمت الشعب كانوا بيروح بس هو هنا بيخطب طبقة تانية وبيخطبهم بإيه بجمسة يعني أخد بالخارجتك التاريخية يعني لو رايح اليونان تب جمسة مستنياك هتسيب جمسة المين أنا عايزة أرجع بقى لخبر تاني مصطفى هيرجعنا تاني خبر بتاع جمسة ضيعة مستقبلة ضيعة مستقبلة وبص السياغة الخبرية دي كانت جريدة الأطباء الأهرام الأهرام بص السياغة حتى هنا بسيطة شبه المصيف جد يعني السياغة الصحفية وقتها كانت زي ما بنقول زي دلوقتي برضو فيها العنوان اللي يشد والعنوان اللي ممكن يبقى ترند صحيح يعني ده كان مفروض وقتها جمسة ضيعة ضيعة مستقبلة ده أكيد لو فيه ترند ده كان يبقى ترندي لا هو كان ترند فعلا وكان لمدة ثلاثة أعداد وربعض كانت عاملين ملف الأهرام كبير جدا عن المصيف سنة 74 ما بعد الحرب ليه بقى جمسة ضيعة مستقبلها ضيعة مستقبلها لأنها على مظاهر الست سنين اللي الناس ما قدمهاش اللي جمسة خلاص إسكندريا طبعا برا للتقييم لأن إسكندريا ستبتها معنا طوال وقت أيوه جمسة المصيفة في البديل ما تطورتش نفسها وبالتالي في بقية الناس مستنية عودة بورسعيد والسويس والاسمعالية اللي هو يعني اللي هو رأس البر رجعت يا أولاد يلا بالزبط بالزبط كده وإحنا طول الوقت عندنا أزمة في الفكرة دي إحنا طول الوقت المصيف عندنا فيه ترند جديد في المصيف فالناس بتروحوا صحيح طول الوقت المصيفة موضة فكانت الموضة بتاعت رأس البر خلصت بس خلصت بدري بدري جدا نظرا هي فضلت طبعا جمسة مكملة مع الوقت بس ما كملتش بالقوة اللي كملت فيها في 6 سنين دول ف74 خلاص المصرين ابتدوا أول 150 أسرة يروحوا بورسعيد وده كان احتفال كبير مصر كلها احتفلت بأن الناس هتصيفوا بورسعيد بس عارف كمان كان بيقال إيه وقتها كان بيقال إنه كان فيه نموس شديد جدا محدش قدر عليه يعني جمست ظلمت برضو ويعني يمكن في تفاصيل التحقيق كان مكتوب برضو تفاصيل لعلاقة ده جزء اللي حديدك فيه ده صحيح لكن كان جزء من المسألة اللي علاقة بيه الاستثمار في البنية السيئة الاستقبال للناس بشكل أفضل الحاجات اللي كانت متوفرة في رأس البر مش متوفرة في جمسة رغم أنه عملوا القرية السياحية في جمسة وحاولوا يعني صحيح ده فيلم وفيه مرسى مطروح طبعا مرسى مطروح اسكندرية طبعا أكتر سينما في اسكندرية يعني اللي هو بقى سلاسي أضواء المسرح سينما ومسرح وحليمه وناس كتير وكده مطروح شطئ الغرام فيلم عمل مطروح يعني يقال صحيح ان الفيلم عمل مطروح واللي يدحك ان الفيلم تصور في الشتاء صحيح وكان جزء من يعني ماهدي الدعاية الجبارة اللي كانت طول الوقت بتساند بيها السينما والمسرح يعني يعني مسرح الصيف ده المسرح اللي في المصيف مفيش أسرة صيفت ومراحتش مسرح في المصيف أنا كنت بحبه مسرح الصيف ده لازم الناس لازم تروح يا السينما يا المصرح والسينما انت عندك السينما كمان تلت افلاب والسينما الصيفي تلت افلاب انت بتدخل الصبح السينما amountoreق بالليل سينما الصيفي دي كانت حاجة ونام ونقوم بس كنت اروح Millet الناس كيبتتخرج من البحر يعني تخلص البحر الساعة خلاص مع المغرب تروح من الساعة سبعة لحد الساعة تلتة بالليل هما جوة السينما أو جوة المصرح يا سينما يا مسرح بس بسه كان فيه طقس لطيف العيلة والسينما والثقافة والمسرح يعني أنا عجبني مثلا هنا موسم اسكندرية مضروب أم ناجح أم ناجح أم ناجح ده كان على إيه كان وقت إيه ده كانت برضو ما بعد بعد الحرب وكان الكلام حوالين أنه هل اسكندرية هتستفيد من الزخم ولا التوزيعة الجديدة اللي هتحصل أثرت على اسكندرية لا الحقيقة موسم اسكندرية فضل ناجح يعني اسكندرية فضلت محافظة على ريادتها وبقت حفلات أم نجلسوم انتقلت لسكندرية بشكل كبير صحيح كان فيه مسرح محمد عبدالوهاب صحيح وكان حتى الخروجات مسرح سيد درويش تقع برضو والأوبرا ويعني الناس في مسألة اسكندرية دي يعني أنت تيجي فيروس تغني لسكندرية فكرة اسكندرية يعني العلامة العربي كله غنى لسكندرية صحيح وفكرة أنه التغزل في اسكندرية وجمال اسكندرية دي مسألة مش مصرية بس دي مسألة عربية طب هقولك على حاجة كمان بلتيم آه طبعا يعني بلتيم دي علشان كمان كان المغامرون الخمسة بتكتب القصص اللي كانوا يقرؤوها الأطفال وقتها يعني اللي هو والأحداث ففيه ناس راحت بلتيم من وراء قصص مكتوبة نشوف الفكر كان بيحرك الدنيا فين هو ده جزء بالمناسبة من صناعة الثقافة في مصر أنت طول الوقت الثقافة عندك بتقود المشهد في المسألة دي سواء الثقافة بالمناسبة بيح فيها الفن يعني ده جزء من تسقيف المصريين المسألة دي سواء على مستوى أن أنت بتلاقي المغامرون الخمسة بتأثر وبتخلي الناس تروح تخد مغامرة في بلتيم وتشوف بلتيم شكلها عمل إزاي والتفاصيل دي خاصة أنا كانت منافس برضو قوي جدا اللي جمسة وفضلوا سبعينات وتمينات مكمليين مع بعض لحد ما ابتدت برضو تطلع مصايف بشكل مختلف وبتدت مدة المصرف تقل يعني احنا كنا جايين من ثلاث شهور في العشرينات والثلاثينات روحنا لشهر في الخمسينات والستينات بقت في السبعينات أسبوعين شوية كملت معنا في التمانينات أسبوع في التسعينات الناس عرفت ريحي اليوم الواحد صحيح الناس بقيت فكرة أنت تروح وترجع فايد يعني مثلا أنا فكرة مثلا فيلم لحن الخلود فاتن حميمة صحيح وطبعا الفيلم معمول على بلتيم والحاجات يعني السينما كمان ساعدت في نجاح مصايف كتير وكانت جزء من تكوين السينما أنها بتصور في مصرف يعني أنت لو عندك مثلا 40-50 فيلم في السنة هل تفهم على الأل الخامسة بتصور في المصرف أنت كمؤرخ شايف أنه السينما السينما المصايف بقى حنقول اللي هي كانت سينما الأبيض ويسود وشوية من الألوان قدرت تنقل المصايف نقلة ولا السينما اللي احنا بنعيشها دلوقتي قدمت ولا ما قدمتش للمصايف لا السينما زمان طبعا قدمت أكثر أه طبعا يعني وإحنا عندنا على فكرة أحيانا كدير كنت هو مقصودة يعني مقصود أن أنا عايز أن نور المكان الفلاني وده طبيعي هي كمان السينما كانت اجتماعية فكرة العيلة فكرة المصرف فكرة البلاج فكرة المنقذ يعني كل ده كان بيخدم أجوال لا وكل تفصيلة في دورة عملها أنا أفلام يعني كل تفصيلة في الحقيقة بتقولي ده في أفلام البطل فيها بيقابل البطل على الشط في أفلام بينقذ حياتها في أفلام يعني فكرة بتدور أحداثها كلها في اسكندرية في يعني تفاصيل المنقذ ده ليه تفاصيل كتير في الأفلام خليني أسألك بشكل يعني وأنت كاتب صحفي هل حياة المصريين ما زالت موجودة في المصائف بأشكال وأخرى وتراجعت الثقافة والسينما وراء والمصريين لسه موجودين في المصرف بس لسه حفظة بقت زي ما هي كده احنا شايفها ولا الثقافة تراجعت شوية والفن بشكل عام السينما وراء ما بقاش الأغنية يمكن يعني حفلات الحفلات هي حفلات صحيح يعني ده كلام الأغنية قدرت أن هي برضو تفضل موجودة تصمد أنا رأيي طول الوقت الحاجات كانت محتاجة تتطور كتر من كده يعني كان محتاج صناعة السينما في المصرف تبقى متطورة كتر من كده مسألة المسارح المسرح يعني مثلا كان طول الوقت الفنانين أنا عندي مسرحية ايه في الصيف السنة دي صح كان لازم بيعنده مسرح ولازم بيعنده مسرح في الصيف صح احنا يعني يمكن الوحيد اللي بيحاول يزقف المسألة دي هو مثلا الفنانين أشف عبد الباقي هو اللي بيحاول يعمل مسرح في الساحل وبيحاول أن يكون موجود طول وقت صح عشان يرجع نفس الطقس لكن الطقس ده كان موجود أنه لا أنت عندك مسرح سامير غانم موجود وعندك طبعا مع حفظ القابل الجميع وعندك عدل إمام موجود وعندك بالمناسبة حمود عبد عزيز كان بيعمل مسرح في وقت من الوقت وعندك عدد كبير جدا من الفنانين سعيد صالح بيعمل مسرح عندك سيد زيان وأحمد بدير يعني عندك مسارح مختلفة حمد نجم وكل دول موجودين في وقت واحد أنت عندك على الأقل 10-15 مسرح مسرحين موجودين في وقت واحد فأنت لازم بيبقى مسرح تأجبك فإننا الوقت ممكن ننقذ المصرف بمسارح متنقلة يعني زي ما بدأوا يعملوا أعتقد شفت خبر فأسيوت من يومين سينما الشعب أنا سعيدة جدا بالأخبار أولا أنا رأيي أن سينما الشعب دي بداية هيلة جدا ليه حاجتين لعودة السينما وعودة المصرف مش للسينما بس لأن احنا عندنا فكرة يعني أنه إذا الضخ فكرة أنه يبقى عندنا المصرح قوي في المصرف أنا شايف أنه هيبقى في إقبال جبار لأنه في جمهور صحيح أنت في جمهور هائل تاريخيا الجمعية اللي بتعاملها ليلة للمصرف خلصت ما بقيتش موجودة ولا بلها أشكال أخرى لا موجودة طبعا موجودة بس هي على حسب الطبقة الاجتماعية أولا هي الجمعية دي كانت في وقت كبير جدا مرتبطة بطبقة المتوسطة تحديدة وطبقات الأدنى طبعا بس الطبقة المتوسطة حتى الحاجات اللي دلوقتي ممكن يتفرجوا علينا بيتحكوا منها زي أنه ممكن يبقى 20-30 واحد في شقة واحدة بيتجمعوا فيها صعب أن حد يقدر يعمل دا دلوقتي لكن دا كان تقصي بالمناسبة من أنه بيقل الفلوس الجمعية صح اليوم كان في الستينات مثلا بجنيه فأنت بتقدر مثلا الشهر بتلاتين جنيه فأنت بتقدر تعال نرجع الستينات بما أننا في الخيال نرجع الستينات فأنت بتلمه من عدد كبير عشان تقلل الفلوس الجمعية أكيد أنا بجد مستمتعة لأنك خدتنا كده في زمن حلو زمن جميل ومزار المصيف موجود ومعلينا أننا نحقق لنفسنا هذه الأجواء الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وبقول لكل مشاهدينا يعني أنا بحب كل الغنى زي ما قلت قد إيه وصف يعني لما تدخلوا كده اسكندرية وتسمعوا فيروس شط اسكندرية شط الهوى رحنا اسكندرية ورمانا الهوى المصيف موجود وبيرمينا طول الوقت علينا إحنا اللي دايماً نؤرخ ونجد كمان توصيف لمصيفنا حتى لو كان في عشرين اتنين وعشرين بكمل معكم الفقرة التالية مع الكاراتي أرجوكم معنا اشتركوا في القناة